عزين ودعي لنفسك والوالدين والغير ايهاب جلال ايهاب جلال المدير الفني للنادي الاسماعيلي خد الانفراد ديان يرحل الى بيرامدز بنهاية هذا الموسم والسبب هو تجاهل 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 ادارة نادي الاسماعيلي لكل طلباته الفنية ولتقديم ادارة نادي بيرامدز كل الامكانيات له لبناء فريق قوي للمنافسة على البطول قال لك ايهاب جلال راحل الاسماعيلي اللي كان بينافس على البقاء شده وطلع به القدام ومخسرش في الدور التاني بل هو بطل الدوري في الدور التاني من ساعة ما مسك الفرق ومش مجهزون له حاجة خالص دخلوا معرفة مفوضات قوية ويكاد يكون وقع واتفع على كل حاجة معلومة انه اتفع على كل حاجة فريح لبيرامدز واخد معاه مين بقى واخد معاه فخر الدين بن يوسف اللي عقده انتهى مع الاسماعيلي واخد معاه تنلعبه كمان اللي هم فوافي وخالد قوشو ده ولا قوشو ده اللي كان في المقصة مخليهم معاقلهم مضمضوش في حتة وحكاية ورواية ايهاب جلال ما بيعرفش حاجة اسماته فويت ما بيعرفش حاجة اسماته فويت ويهاب جلال راجل محترم وهيواجه الزمالك باذن الله ايهاب جلال بيطالب لعبته انه هم لازم يبقوا حرصين على الفوز امام الزمالك وتقديم واحدة من المباريات القوية لكن خلينا ارجعلك لبيرامدز تاني بيرامدز مباريخ خسر من المصري بهدف يعني بيرامدز مكسبش ولا مباراة مع تاكيز جنياز اللي كلنا بنقول مدرب كويس مدرب كويس عشان بيعلم ازاي اللعيبة الكبار دولي ازاي نقيله كورة ويستحوزه لكن ما بيعرفش يكسب مطسوها هو ملك التعدلات من ساعة ما مزه زي ما بنقول على ايهاب جلال انه هو حقق افضل النتائج وبطل الدور التاني من الدوري بنقول ان تكس جنياز افشل مدرب في الدور التاني مع بيرامدز لدرجة انه محققاش فوز فوز يعني لو حقق فوز واحد لكن بيخسر مبارح من المصري ماشي في صراع المركز التالي ويدعم المصري موقفه بهدف استمعاطية اللي سجله بعد النزول بعد النزول بخمستاشر سنية بعد النزول بخمستاشر سنية حتى النجوم الكبار في نادي بيرامدز طلعوا مصر شريف اكرامي عشان مصاب رمضان صفح اللومن عاوز اغير يومين عبدالله السعيد عاوز اغير جو يومين كلام بقى معلومة مهمة ان في سبع لعيبة يرحلوا عن بيرامدز بنهاية الموسي في مقدماتهم ودي برضو مفاجأة بالنسبة لي عمر جابر ربما عمر جابر اتفق مع بيرامدز على الرحيل لنادي الزمالي عمر جابر اتفق مع بيرامدز على الرحيل لنادي الزمالي وهيرحل ضمن رحيل سبع لعبين حاجة التانية اللي انا عاوز اقولها ان محمد عواد نجمي نادي او حارس مرمى نادي الزمالي بيعرفض كل العروض اللي جاية له عم قال لهم لا انا مش ماش تعازين نامشي ليه وده عامل غضب شيء جدا جوا نادي الزمالي اذا كان هما بيجيبوا عمر جابر فعواد مش عاوز يمش قال لهم مش همش انا قاعد مبسوط كده انا مرتاح كده عايزين تمشوني ليه محدش يمشيني محدش عارف ايه كده فقاعد ورفض كل العروض والسبب هو العقد الخيالي اللي معموله بستاشر مليون جنيه في المسلم على مدار خمس سنوات مفوش نسبة مشاركة فكده كده الستاشر مليون هياخدهم في السنة ماشي فاللي عاوز بقى يزعل يزعل واللي عاوز يعمل يعمل فهو قاعد في النقل لكن ادارة نادي الزمالي اقتربت بقوة من ثلاث صفقات من العيار الثقيل اول صفقة هقولها لك هو نجم المنتخب الولومبي واللعب المهاري ونجم نادي بيرامنس ناصر منسي وقع المسئولون في نادي الزمالي مع ناصر منسي ويبقى التفاوض مع ادارة بيرامنس لكن التوقيع تم بعلم ادارة بيرامنس والعقود مع المسئولين فرق جعفر معجب بيه جدا واقنع ادارة نادي الزمالي بامكانيات ناصر منسي وخلصوا معا يبقى بيرامنس الصفقة التانية اللي الزمالي اقترب منها هو وليد الكارت نجم الوداد المغربي وطلع سعيد الناصري في تصريحات هناك لوسائل اعلام اكد على ان الوداد رفض على مدار السنوات الماضية عروض كتيرة جدا لوالي الكارت وهو خدم نادي الوداد على مدار 13 سنة من ساعة ما جيه من قلوم بكريبك وهو 27 سنة وعاوز يحترف واحنا جت لعروض السالفات كتيرة ورفضنا وهو استجاب فبالتالي لا نمانع في رحيله الى نادي الزمالي والصفقة في اللمسات الاخيرة في اللمسات الاخيرة لنادي الزمال ناصر منسي في بيرامدز واعارة الى طلاق على الجيش يا استاذ محمد يوسف اعارة الى طلاق على الجيش فالمفوضات مع بيرامدز وش مع الطلاق ايو بيرامدز اللي بيمتلك العقد طيب اللعيب الاخر هو قلنا ولدي الكارتي وقلنا ناصر منسي اللعيب التالت هو حمد النقاز الذي اتفق معه خلي بالك لما قولك كلام تبقى انت عارف احد المسؤولين في لجنة الكرة بينادي الزمال على الحصول على ستمائة الف دولار في الموسم ستمائة الف دولار في الموسم ده حمد النقاز وراجع وهيتم وضع تسوية مالية لمستحقات حمد النقاز القديمة اللي حصل عليها بحب وقدرها مليون ومتين الف دولار يبقى كده الزمالك فيه ثلاث صفقات على اعتابه وليد الكارتي المغربي نجمي الوداد والصفقة يخش فيها حميد احداد ومبلغ مالي واعلن عنها سعيد النصري يعني مش انا بس اللي بقول يعني اتنين ناصر منسي وقع مع كابتن فاروق جعفر وهو معار اللي طلع الجيش من برامد والصفقة بتخلص وحمد النقاز انهى اتفاقه التام بعد تخلص نفسه من ادارة الترجي مع احد اعضاء اللجنة والمسؤولين في نادي الزمالك والصفقة على اعتاب نادي الزمالك امر الاخر هقول لك برضو لو في حاجة مهمة بسم الله الملك بسم الله الملك بسم الله الملك هقول لك قائمة الزمالك لمباراته غدا امام الاسماعيل لفرقة سفرت النهاردة واصلت اسكندرية بيغيب عنهم واحد من اهم العناصر المؤسرة في الفرقة وهو كابتن اشرب من شرق للحصول اعتاد انذراء لكن غيابه ما مش معناه ان الزمالك يعني يوارد انه يخسر يعني مباراة قوية وفي الملعب مباراة قوية وفي الملعب ولعبه نادي الاسماعيلي لازم يأكده للرأي العام كله ان ده جيل غير الجيل اللي كان بيتعطى في زمان وفق الاعتراف الاسطورة حزم امام لكن غياب اشرب من شرق في شق الهجوم لكن موجود في غيابه سفل جزير وموران حمد وحميد احداد في اللجوم ضمن القايمة لكن رجع احمد ابو الفتوح بعدما قررت ادارة نادي الزمالك بخطاقها في حقه وعدم وضع مستحقاته المالية وتصرع كارترون اللي بيقوم بمهام المدير الكورة وانا قلت لك عندك عناصر ادارية ممتازة وصلت لحد عدو مجلس ادارة زي حمده حمده انور مرة اخرى في ظل غياب عبدالله جمعة اللي هو داخل في صدام مع كارترون واستبعده في منذ اكتر من شهر القايمة قايمة الزمالك بتضم محمد عبدالرحيم جنش ومحمد ابو جبل في كلام كتير جدا ان كارترون عاوز يبدأ بابو جبل بعد خطأ جنش الاملائي في المباراة الماضية امام الاتحاد الساجندري ولزي كادة يكلف الزمالك غاليا في بطولة الدول معاه محمد عبدالغاني والونش ومحمد علاء وحازم امام واحمد فتوح وعبدالشاف وحمز المسلوس في خط الدفاع خط الوسط طريق حامد يوسف اوباما ايمن حفني محمود عبدالرازي الشكبالة محمود عبدالعزيز احمد سيد زيز واسلام جابر امام عشور وفي اللجومس في الدين الجزيري ومران حمدي وحميد احداد الزمالك سبعة وستين نقطة سيلعب في السابعة مع الاسماعيلي الاهلي بيطاردوا خمسة وستين نقطة ويلعب في التسعة مع امبي غدا باذن الله تعالى مباراة قوية للغاية لا يستطيع احد التكهم بنتجاتها مش عاوزين نمشي وراء الكلام والشائعات اللي بتكلم عن التوفيط انا شخصيا كل ثقة في الكابتن ايهاب جلال وفي اخلاقيات وفي سلوكيات وبنتمنى التوفيق في مثل هذه المباراة القوية هرد على اسئلة حضراتكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عشان لو في اي حد عنده سؤال والنهاردة كده الجمعة ايه الجمال ده يا اونكل كن صديقي انت صديقي يا استاذ هنكسب وانتو هتتعدل هنكسب وانتو هتتعدل دي مش عاربا يعني انت قصدك على مين منور يا اونكل حمد فوزي احمد جلس قالتك بالله والحب اللي زينه كنه لك معاوطة تطلع لايف مع المدعو عبدالنصر زدان احمد من السودان يا عم صلى على النبي ليه المدعو يعني عبدالنصر زدان اخوية وفوق راسه ولو كل الاحترام ولو في مناسبة اطلع معاه ما طلعش معاه بس خلاص احنا كل واحد بقى يعني هو قاعد في حتة وانا في حتة وكنا في قضية معينة وانتهت فكل واحد بيرجع زي ما كان يعبر عن وجهة نظره في كل الامور من خلال رؤيته ونظرته هو رجل كان بيقدم الدوري زملكوي يا انكل محمد حمدي شدي حسين جاي الاهلي انا عالم منور يا علو ابو عمر من المدينة منورة يكرمك يا ابو عمر حسني عبدالراز بالله عليك سمعنا الصلاة على سيدنا النبي النهاردة الجمع اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلاقه ليه يرزقكم حب سيدنا النبي وصحبة سيدنا النبي ورؤية سيدنا النبي وشفاعة سيدنا النبي وبركة الصلاة على سيدنا النبي دمتم في امان الله سلام عليكم سلام عليكم